والحقيقة أنا متفاعل بأن العدد حيزيد كمان النهاردة وهتبقى ده يعني بداية حلوة لمستقبل كويس للنادي الأهل إن شاء الله بداية النادي الأهل ونهاياته كمان سعيدة لكن عاوز أرق معاك لي شفت النهاردة معايا قبل فتح بالتصويت شفت الطبور الطويل وانتظار الناس وإياه مبتسمة وسعيدة ومش ألقانة رأيك كيف ده الناس جاية النهاردة مش مجرد هما جايين يا لا هما جايين بحاجة هما مختنعين بيها وعقيدة عندهم وجايين حاجة هما فخورين إن هما جايين عشان فعلا ده النادي الأهلي وديه عضاء النادي الأهلي وما دايما عايزين بقولهم السابق والريادة والتحطيم الأرقاب القاسية في كل حاجة فالناس النهاردة حيها أنا تفقلت أول ما دخلت النادي الصبح ده هي الطابير وناس جاية وجايين يعني مش حد واقف حتى مستني ليه ما فتحتوش بادي لا الناس مبسوط والله العظيم يعني لسه واحد رجل كبير قال لي ده احنا مخدناش ثلاث ده لا لا ده أنا عايزة أقعد شوية أنا مش بتعود على كده جايين بحب طبعا طبعا يعني ودي الحاجة اللي إحنا بسطانة يعني لإن عايزة أقول الحاجة طالما أنت عملت الشيء من الديمقراطية وديت الناس حقهم في المشاركة في رسم خريطة المستقبل النادي الأهلي وديتهم الحق في بداقة رأيهم وتعديل الحاجات اللي هي شايفين نهاية اللازمة بتتعدل كل ده حصل وكل ما عملناه وعدنا بيه عملناه وبعدين الطريقة اللي إحنا الحقيقة يعني السلوب اللي إحنا بدأنا بيه من كده شهر لحد النهاردة السلوب مثالي جدا جدا وبحرفية وبديمقراطية وبطريقة راقية جدا 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 السلوب حضاري يعني فالناس مقدرة الكلام ده الحقيقة وجايين بحب يعايزين يكللوا تعابنا ده ومجهودنا أنه لازم بقى بعد كل التعامل اللي هم شافوه أنه لازم يجوا ينجحوا المشروع ده لا لمصلحة النادي ولمصلحتهم ولمصلحة كل من هو يحب النادي الأهلي صورة حضارية ورسالة كبيرة جدا بتوصل لكل الناس من النادي الأهلي تؤكد هذا الحقيقة ده من غير ما نقول الخيمة بتعبر والناس أرأها بتعبر ومجي الناس وتواءلتا لسه كمان هتشوف كمان شوية هتلاقي الناس بتيجي بس الحمد لله العود ما بيعطش في الخيمة أكتر من ثانية أربعة دقيقة وبيخرج عشان تبقى السيولة وزي ما تشايف الببان فيه كذا مدخل وباب عريض يعني الدنيا متسهلة كمان التهوية يعني شايف أنه فيه كمان عشان حتى لو فيه زحام الناس ما تكونش حسب كلنا واقفين مش عشان نعمل دعايا للليح لا إحنا عايزين نسهل العملية كلنا كأعضاء مجلس دارة وكالناس متبرعة من الأولاد النادي وكالمنظمين وأمن النادي كلهم عايزين يسهلوا العملية عشان الناس ما تتعبش محدش يحس بتعب محدش يزهل محدش يمشي نحن عايزين ندرب الرقم وخياس إن شاء الله أخيرا وليس آخرا كلمة لكل الناس الملتفة منذ بداية الصباح طبعا بنشكرهم وهو ده اللي احنا متوقعينه من أبناء النادي الآيلي المخلصين أن هم فعلا يكونوا قدوة لكل الأندية في مصر أستاذ غريب ضغاندالي بشكرك ربنا خلينا